بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير عندنا كلام كتير جداً النهاردة في مباريات كثيرة جداً وأمور كثيرة جداً تخص نادي الأهلي وتخص كرة القدم المصرية الحقيقة عندنا مباراة مهمة جداً جداً ماتش بكرة ماتش بكرة أمام الداخلية داخلية فريق من الفرق اللي بتنافس على أنها تقعد في الدوري المنتاز وبالتالي عندهم دوافع كثيرة جداً جداً بالمناسبة اللي قعدت فرج على البيت الكبير مبارح أنا اتكلمت مع حضراتكم وقلت أنه هناك بعض المباريات لما بتقعد تتفرج عليها بتزهق المباريات اللي هي ما بين فرق في وسط الجدول بتزهق لأنه ما حدش عنده دوافع ما حدش من الفريق ده عنده دوافع ولا الفريق ده عنده دوافع فلما تيجي تقعد تتفرج على المباراة تحس أن أنت بتتفرج على تقسيمة في فرق ناشئيين فالمباريات اللي بدون دافع بتبقى مباريات صعبة وملهاش طعم لازم أنا كلاعيب في الوقت ده المدرب طبعا له دور مهم ودور كبير جدا ولكن أنا كلاعيب لازم أحط النفسي الدافع الكبير اللي أنا أقدر أقدي به لأنه مثل هذه المباريات الواحد بيزهق منها ولكن في النهاية ما هي مباراة في الدوري ولازم تقعد تتفرج عليها في مباريات الدوري تقعد تفرج عليها ونتعمل كده زهقان عايز المطش يخلص لأنها مباريات قلت لك بدون أي دوافع الحمد لله والشكر لله ده مش موجود في النادي الأهلي ده موجود ممكن يكون موجود فرق أخرى ولكن في النادي الأهلي ما بتلاقيش مثل هذه الأمور عشان كده بقولك مطش الداخلية بكرة مطش مهم جدا 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 وأنا ما بحبش نغمة أصل الثلاث نقاط دول معانا مش حاجة اسمها كده تلات نقاط مش معانا مباراة صعبة ومباراة مهمة والداخلية عامل تيم كويس أو عاملين خمس ست مباريات الأخيرة بشكل جيد جدا مع مديرهم الفني الجديد أو بقالوا خمس ست مطشاط الحقيقة عامل معاهم شغل جيد كابتن عيد مرازيه ترجمة نانسي قنقر